بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله المبعوث رحمة مهدا وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي ما زلنا مع سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتستمر المسيرة مسيرة النور والبركة والفرح والسرور وإذا ما تكونش مسيرة فرح والسرور ومع سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد فينا حاسس إن حضرة النبي واخد بأيديه وماشي معاه بيفرجوا على دنيا تانية لما الدنيا تكون منورة بنور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبالذات النهاردة نتكلم عن موقف مهم جدا جدا من مواقف اللي خف التعامل معها في عصرنا ده بس هو مهم جدا إن احنا نتكلم عنها عشان فيه اختلاط للمفاهيم في المسألة دي من مواقف السيرة النبوية الدل على إن المسلم عليه إن هو يبرئ نفسه من مواطن الريب والسوء حفظا على عرضه وحفظا على عرض الناس برضو وصيانة لقلوب المسلمين وألسنتهم ما جاء عن ستنا صفية بنت حيي رضي الله عنها بتقول لي ستنا صفية بتقول إن هي جاءت إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المزل هي براحت تزوره وهو معتكف في المزل في العشر أواخر من رمضان ودي كانت سننته حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إنه في العشر أواخر كان يعتكف في رمضان فتحدثت عنده ساعة من العشاء يعني إيه اللي حصلت عادت تكلم معاه وهم وقفين لمدة ساعة ثم قامت تنقلب تنقلب يعني تروح ترجع على بيته فرسول الله صلى الله عليه وسلم فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ يوصله حتى إذا بلغت ماذا؟ باب المسجد الذي عنده مسكد أمه سلم بتحدد مكان يعني باب المسجد كان فيه باب من أبواب المسجد قريب من بيت السيدة أمه سلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهم رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابدوا أنهم لما كانوا سلموا على رسول الله سلموا على رسول الله وهم ممتطئين روسهم ثم نفذ يعني إيه؟ وأسرع ممتطئين روسهم وإيه؟ ومسرعين عارف أنت لما حد يعدي على كده حد ليه مقام وليه هيب عليه فيعدي ممتطئ راسه كده ويمشي بسرعة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت النبي لما شاف كده قال لهم استنى فقال لهم رسول الله على رسلكم بالراحة على مهلكم كده أولا حضرت النبي مش عايزهم يمشوا بسرعة كده لحسن يحسوا أن فيه حاجة مش طبيعية فقال لهم على رسلكم على مهلكم إنما هي صفية بنت حيي فاستحابه كأنهم خجلوا كده يعني قال سبحان الله يا رسول الله إيه اللي حاصل؟ وكبر عليهما أي إيه اللي حاصل؟ يعني وكبر عليهما إنهم الاتنين حسوا بإن المسألة عظيمة يعني ممكن الرسول الله إحنا ممكن نكون بنشك فيك فقالوا وكبر عليهما ما قاله صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدمي وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم احنا بقى عندنا شوية مفاهيم كده احنا لازم نتكلم عنها دلوقتي بقى عندنا كتير من الناس بيعملوا ايه بيقولوا احنا ملناش دعوة باللي يظنوا الناس واللي يجي على بالهم احنا لدينا دعوة بحاجة واحدة بس بقى احنا موقفنا ايه واحنا ايه اللي في ضمرنا لا بس هو في الحقيقة يعني الناس من زي بعضها والناس كمان ممكن يختلط عليها الامور والناس كمان لازم الامور تبقى واضحة عندهم فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة مهمة اوي علمنا حاجة انا بحب اسميها الاحتياط الرشيد ايه بقى مفهوم الاحتياط الرشيد احنا زهرننا شوية ناس كده غريبين جدا ليه احتياط رشيد اولا حضرت النبي وقف مع السيدة صفية وقف مع السيدة صفية في مكان ممكن يشوفوا الناس ومع ذلك ايه اللي حاصل برضو احطاط بس احطاط احتياط رشيدا ليه بقى عندنا صنف من ناس خرجننا في التمانين سنة اللي فاتت دي فبيعمل حاجة سخيفة شوية بيخلي الاحتياط انا بسميه احتياط المواسوس اذا فيه حاجة اسمها احتياط الرشيد وحاجة اسمها احتياط المواسوس ايه الاحتياط المواسوس ده الراجل انا شفت ناس ما يحبوش ينزلوا ويمشوا مع بناتهم ولا زوجتهم ليه قال ايه عشان الناس ما تتكلمش عليهم ولما يمشوا مع زوجته زوجته تمشوا وراه ما تمشيش جنبه لحسن الناس تفتكروا انهم ماشيين مع بعض في الحرام مسلا هو ايه اللي بيحصل ده وتوسع ناس في مفهوم اسم ومفهوم سد الزريعة بدعوة هذا الحديث بدعوة هذه القصة من السيرة بالذات القصة دي من السيرة فيقولوا لأ حضرت النبي علمنا الاحتياط الرشيد حضرت النبي ما قالش بعد كده ما حدش يوقف مع زوجاته بعد كده في الشارع ما قالش كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ويبدو ان حضرت النبي اضطر الى هذا الكلام مع الصحابيين لما رأاهم بيعملوا حاجة مش عادية اللي هو ايه يعني لو هم عدوا وما اسرعوش ما كانش حضرت النبي قال لهم تعالوا لان الظرف نفسه باني ان الصحابة مش عارفين مين دي فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم بناء على الاحتياط الرشيد راح قال لهم تعالوا هذه صفية بنت حيي زوجتي فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كم عظم في قلبه ومقالوا ايه ده ده حضرت النبي يبدو ان احنا ما كناش قصدين ما هو الحكاية مش ان كنتوا ما كنتوش قصدين الحكاية ان حضرت النبي بيعلم العالمين فبيعلمنا كلنا بيعلمنا الاحتياط الرشيد يعني ايه ما يجيش واحد مثلا يوقف مع حد في شارع ضلمة ولا يعمل حاجات مش صحيحة وبعدين يقول له انا ما كنتش بعمل حاجة انا ما كنتش غلطان ولا واحد ييجي مثلا يتعامل مع امرأته فيكلم فيكلم ست في الساعة ثلاثة الفجر ولا يكلمها في كلام ويعمل شوية افعال كده وبعد كده يقول لها انت ليه بتشكي اه انت انسان مش محتاط انت انسان مش محتاط هيضغيات مش الاحتياط وكمان الست كمان ما تسيبش كمان عدم الاحتياط لما يكون زوجها مثلا زوجها حريص عليها وزوجها تاميا بيسألها ما تجيش تعمل حاجات وتعتبر ان ده لا كل ده مش من قبيل الاحتياط مش من قبيل الاحتياط كمان ان البنات لما يدخلوا في تعارف من اجل الخطوة ولا اجل الزواج ان هي تفشي اسرارها ده مش من الاحتياط الرشيد ولا من الاحتياط الرشيد كمان ان الناس تتكلم وتبوح بمشاعرها ولما الناس تتعلق بيها تقولوا والله انا ما كنتش قصد الجواز ده مش من الاحتياط الرشيد ده كل ده حضرة النبي بوقفنا قدام مسؤولياتنا ان احنا لازم نحتاط احتياط رشيد يبقى ايه الاحتياط الرشيد الاحتياط الرشيد هو الجمال والاتزان ما بين سد الزريعة اللي بتخنق الحياة والحركة العادية في الحياة اللي ربنا ازن بيها ووسع علينا وما بين التفريط ما بين التفريط في ان الناس تكون واخدة بالها اني منسبش خيال الناس يروح في حاجات مش كويسة طب نعمل ايه عشان نبقى عندنا هذا الاحتياط الرشيد دايما نخلي بنا قوي في المواطن اللي فيها اتهام في المواطن اللي فيها شبه ما نحطش نفسنا في المواطن دي يعني مثلا على سبيل المثال في ناس بيتعاطوا المخدرات ما روحش يعد معهم في نفس الجلسة اللي هم بيعودوا فيها يبقى تجنب مواطن الشبهة ما عملهاش ما عودش فيها وربي نفسي على كده الناس دول عايزين يقابلوني يقابلوني في مكان تاني لطيف في وسط الناس ولذلك من الاحتياط الرشيد ان مقابلات التعارف تبقى فيماكن عامة ما تكونش ابدا في اماكن خاص وتكون في حضور الاهل هو ده الاحتياط الرشيد يبقى الناس بهذه الطريقة يبقى عارفين ايه اللي بيكون لكن بعد كده عدم الاحتياط ده اللي بيترتب عليه واجع القلب ويترتب عليه كمان الام كتيرة واسى فلازم يكون الامر ده مهم انا دايما بقول كمان لما حد يكون عايز لازم يكون فيه صراحة ما بين الاهل والابناء لازم البنت تروح تكلم ابوها وتقوله على ان فيه حد عايز يتعرف عايز يتعرف عليها عشان يتجاوزه ما تسيبش المسألة في حالم السر ليه؟ لان هي مش ضمنة إيه اللي هيترتب بعد كده وإيه اللي هيحصل بعد كده ولازم كمان الشخص يكون واضح ان هو هيكون محتاط ومش ده يعتبقى زوجته فما يحطهاش في مواطن الرياب كلام ده كله مهم جدا في حياتنا كمان الواحد في شغله لازم يتجنب مواطن الرياب ما يجيش حد يعمل حاجة مش مناسبة وقريبة من الرشوة وهو يقترب من ده لازم يتجنب ده احنا طول الوقت عندنا مساحات المساحات دي احنا عايزين نخلي بالنا منها اللي عايز أكلمكم عنه الآن ان فيه ناس كتيرة بقى عندهم الاحتياط ده ده نوع من أنواع الحاجات الدقة الأديمة وبقى الاحتياط كمان عندهم نوع من أنواع القيود اللي بيعملها الناس اللي مش واسقين من نفسهم آبادا الاحتياط لا يفعله إلا الإنسان المتزن الواسق من نفسه ولكن الاحتياط المبالغ فيه هو اللي بيعبر عن الاضطراب وده اللي احنا شوفنا في سد الزريعة لما الناس توسعت في سد الزريعة فخلت الناس لا يقدروا يتحركوا بشكل صحيح وزي ما احنا وضحنا في الأمثلة دي يبقى زي ما قلنا نتجنب مواطن الشبهات كمان لازم طول الوقت ان احنا يبقى عندنا دايما قواعد ومعايير بنعبر بها للناس لازم نقول للناس قواعدنا وما بدئنا فالناس يرتاحوا واحنا نرتاح احنا كمان في كل علاقة قل مبادئك وقل قيمك وقلها بشكل واضح انا والله ما بعملش ده انا والله ما بخرجش مع حد انا والله ما بركبش العربية كلام واضح لما ده يحصل ايه اللي حاصل هيبقى الناس مرتاحة ويبقى الكلام ده كمان بيريح قلوب الناس اخر حاجة احنا عايزين نقولها اني لو سمحتم لما تلاقوا واحد محتاط احتياط متزن لو سمحتم بلاش نتنمر عليه وبناش ان احنا نعتبره شخص بيبالغ ولا شخص بيعمل حاجات مش مفهومة ابدا لازم نعتبر ونحترم خصوصية الناس ونعتبر ان الاحتياط ده ده حاجة في بعض الاحيين بتبقى واجبة الاحتياط في بعض الاحيين بيكون واجبا فلذلك خلينا نمشي بده وخلينا نمشي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبع سنته في الاحتياط لان الاحتياط المتزن لا يعبر الا على قلب مليء بنور الايمان ومليء بالاتزان اللي هو البوابة الكبرى عشان نذوق حلاوة الايمان وحلاوة الاتباع لسيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي علمنا وهو في علياء النور وفي علياء الثقة بنفسي وعلياء الثقة بربه لكن في نفس الوقت كان يحتاط عشان يعلمنا ازاي الواحد يضمن السلامة لقلبه ويضمن السلامة لأخلاقه ويضمن السلامة لقلوب الناس بعد الفاصل نلتقي عشان نجويب على اسئلتكم المباركة رجاءنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها اسئلتكم ومشاركاتكم وتعالوا نروح لأول سؤال معانا معانا الاستاذ محمد سلام عليكم عليكم الصناكات وزيك استاذ محمد اتفضل زيك الشيخ نعم وفضل الحمد لله سؤالي خاص بالموضوع العقيقة والاضحية تفضل هل يجوز لاننا وانا بضحي لو انا معقدش عن نفسي ان تبقى بالنية عقيقة والاضحية يعني انت دلوقتي عايز تدخل اتنين في بعض انت عايز دلوقتي تعمل اضحية فانت بتقول بلان انا عملت اضحية هو ده عجل ولا ماشي ايه بالزبط يعني احيانا غالبا بخش بالنص او النص مثلا العجل او ربع فانت نص العجل ينفع فيه عقيقة وينفع فيه ان انت كمان انت عقيقاء النفسك نعم حاضرتك ان النصاب بتاعنا ممكن ان نوع انه موضوع النص يعني ثلاثة ونص ثلاثة الاضحية واحد والعقيقة اتنين فكده يبقى خلاص متين والاثنين اه انما لو السبع ماينفعش بقبل الاثنين السبع لا ماينفعش بقل الاثنين لا يعني مايكم انها مثلا هضحي مثلا بنص عجل او بربع العجل طالما في حدود السبعين يجوز ان اه اه عاكا وسلا. لا هيبقى ثلاث اسباح بقى هيبقى ثلاثة النص هيبقى ثلاثة اسباح ونص. اه. يعني ثلاثة ونص. اه. خلاص? فدوتيبقى جائز مفوش حاجة ده. اه كده. تمام? اه. ده السؤال. هو كده هو ده السؤال. في سؤال تاني يا سيد محمد? اه 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 كان في سؤال تاني بس كان بخصوصية من والدتي. تفض. كان والدتي الله رحمها كان آه لينا شقة يعني اشتريت شقة من 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 احقينا يعني في البيت ناخد من اخت لي. و sufقصية انا اخلي الشقة دي. ازاي من حقكم يعني ازاي يعني اختك اشترت شقة? اتفضل. لا. اشترت شقة من نصيب اختي في البيت. اه يعني كان نصيب اختك في البيت من مرس من والده من والدك فا 차 اشترت منها اشترت منها اتفاضل و Viaêsت اخليه صدقة جارية عن عني وعن اه قال لبيت. طوح عن نابوية وجات قالت بس لو في حالة البيانات لو انضامت تاخد ايه كل واحدة منهم جزء يعني لو حد فيهم طيب يعني هي بتقول يعني هي قالت انا لو حصل ان انا انتقلت الى الرفيق الاعلى التمن الشقة اللي انا اشتريتها دي نعمل فيها ايه بقى يال لا وهنا بقى الشقة دي اشتريتها من اختي ودفعت جزء منها وتوفت قبل ما تكمل اه يعني هي كانت اشتريها بالتقصيد فدفعت لا هي كان فيه جامعية هتتبت ودفعتها على مرتين وعليك هي توفت وما كملاش تكمل تمن بتاعها فين بقى السؤال السؤال بقى احنا كملنا التمن الشقة وخلناها كوصية انتقل يعني احنا خلطوا في حد في حد في حد فيكم معترض هو المفروض كان يبقى مراس هو الجزء اللي هي دفعته في اول الشقة اللي هو المؤدم ده فكان هو دقت المفروض انه بقيت الفلوس من الفلوس هي من جمعية بتاعتها هي فخلاص فانتوا اتفقتوا على ده ولا في اي شيء وان شاء الله وعملناها وان شاء الله صدق جريع على روحها الكريمة معانا الاستاذ يوسف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عمر انا بشكرك على هذه السماحة والطيبة وفعلا دار الافتاء والتلفزيون المصري هم سند البلدي الله يرضى عنك عشان انت جميل بس الله يعزك يا دكتور تفضل استاذ يوسف ليه سؤالين يا فندم السؤال الاول عندما يعني الواحد فينا يهم انه يصل بعض الارحام وللأسف يجد للأسف بعض القطيعة منهم حكم الدين هنا ايه انا بدرت وعملت ده ولكن للأسف بيجي لك احساس كده واحساس قاسي جدا يا دكتور ان يعني انت تفعل الخير ولا تجد ما يقابله هجاوب على حضرتك حضر استاذ يوسف سؤال التاني يا فندم هل يعني الزوجة لو اختارت وسيلة مختلفة عن الوسائل الاخرى لتنظيم النسل هي بتتعب من الحبوب والحاجات دي فكان الدكتور اقر وهي طلبت منه الحقيقة عشان برضه اكون منصف في السؤال انها تعمل عملية ربط فهي بتسأل الحقيقة وانا بسأل على لسانها مدى حرمت هذا انا نعم الرابط الرابط دات وكأن الأطباء يعني بيقولوا كلام بكلام في اختلاف لكن الرابط دات في نوعين في نوع من الرابط المؤقت ورابط الدائم هي لأنها اكتفت بما منحها الله من الناس وذكور رابط دائم لا خلينا ابتدي بجواب على السؤال التاني لو رابط دائم لا تمام لو رابط دائم لا لأن دوت فيه تغيير من الخلق الله لأنها تربط القناتين فخلاص دولها خيرت المسألة خالص وكأنها وكأنني ما بعاش فيه رحم كده تمام فده لا لكن لو رابط مؤقت لا المسألة مختلفة تمام لو رابط دائم فلا طيب السؤال الاولاني بقى ما يتعلق بصلة الارحم ما يتعلق بصلة الارحم يا سيد يوسف أنا عايز أقول لحضرك حاجة سيدة الارحم ده فيه كلام أوجهه لحضرتك وفيه كلام أوجهه للناس اللي بتقطع ارحمها الكلام اللي بقول لحضرتك أن الإنسان الله سبحانه وتعالى قد يكرمه ويزيد في ثوابه أن يرزقه ومكارم الأخلاق في مقابلة مساوء أخلاق الناس وإذاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم شوف كده ليس الواصل بالمكافر هنا الواصل هنا بقى لازم يفهم شوية أنه هو مش بيتحمل الهم هو بيغرق في الأنوار يعني الراجل اللي بيصل لرحمه وبعدين يقبلوه بالإساءة ده بيغرق في الأنوار بيبقى غريق الأنوار ليه؟ اسمع كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يروع عن رب العزة أن الله خاطب الرحم فقال ألا يكفيك أن أصل من وصلك وأنا أقطع من قطعك فالواصل ده الحقيقة مش بيوصل رحمه ده إيه الحاصل؟ ده الحقيقة أنه هو في حالة وصال مع ربه فلذلك لابد أنه هو يشوف العظيم مننا أن ربنا ماني عليه بيه ونزيك حضرت النبي يقول ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه ماذا وصلها؟ ده الكلام لحضرتك والكل واحد بيصل رحمه ويتقابل بالجفاء الجفاء ده ليس إلا باب للقاء مع الله الجفاء اللي هم بيجفوك بيه ده ده باب للقاء مع الله أني أنت تنظر إلى وجه ربك الكريم وتتبسم أني ربنا رزعك بدا جزء الثاني بقى الكلام ليه مهم بقى خلي بالكم اللي دعا واللي حذركم هو مولانا سبحانه وتعالى وأن أقطع من قطعك فخلوا بالكم قطعة الرحم دي فيها قطعة رزق وقطعة بركة حتى لو كان الرزق موجود لكن يتحسن أن البركة مش موجودة وعشان كده اتقوا الله سبحانه وتعالى في رحمكم واتقوا الله في من يحسن إليكم معنا الحاجة فاطمة من القاهرة تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بك يا دكتور زي حضرتك نعم وحضرتك طيبة صحة وسلام يا فندي أسأل حدثك سؤال بس كده تفضل أنا عندي ودع في البنك حاط والريع بتاعها بنتختي مطلقة ومكانش عندها بيس وزا تطلقها وقالتها بديتها وعيالها فجبت لها شقة بس عبث من معاشي بنتختي بنتختي بس عشان أسمع كويس يبقى من تختيك انت ساعدتيها ان انت جبلها شقة أيوة طيب وبس عبث من معاشي على ريع اللي بيطلع وبيستلها الشقة طيب طيب الوقت يبقى أنا علي كده زكاة للوديع قاتل آه ربنا يبارك لك ان شاء الله اللي انت بتعمليه مع بدي اختك وان شاء الله ربنا يسعدك ويبارك لك في رزقك آه اطلقها 10% من الريع يعني افترض مثلا بيجينا 2000 جنيه عنطلع ايه عنطلع الـ 2000 جنيه عنطلع 200 جنيه يبقى نطلع 10% كل ما يجينا الريع ان نطلع 10% منه خلاص يبقى هو ديت الفتوى يبقى الفتوى ان احنا منطلع 10% من الريع مش 2.5% على المبلغ وعالريع سيدة محبيبة من البحيرة تتفضل لو سامحكي تشوفنا انا عايز اسألت فقاة متفضلي متفضلي يا حكاة كل سنة محضرتك طيبة الاول كل سنة محضرتك طيبة بس يبدو ان انا بس عم يعني امحتاج ان حضرتك توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون لو تكرمت والله انا بقى لعي التلفزيون خلاص يا شايف طب اتفضلي يا فن اه عايز اسأل حضرتك ايه السنة ايه واحدة اه عملت كل حية مع عزيتها وساعدته ووظيف الجنبه في كل حية وبيمعاملها معاملة وحشة مبيدهاشها بكري وعلى طول ضربه اهانة وشتينة امم دا هو السؤال طيب هما الفارق السن بينهم قد ايه؟ الفارق السن؟ اه مش ياما يعني كم مش ياما ما اعرف ان هو مش ياما يعني مش ياما كاما عشر سنين مثلا لا مش عشر سنين اجاة تمانية تسعة عشرة آآ سبعة كاما هي عندها 25 سنة وهو هو اكبر منها بس معرفش بفرج الجديد يعني طيب ماشي ادي اول حاجة طيب هي هو الجوزها ازاي جوزها حد كان مرة الشحنة حاله وجوزته وهو كان حاله كده ولا حاله تغير? لا هو هو كان حاله كويس هو كان كويس بس هو اتغير. اتغير مدة الجواز كم سنة? بجدهم زي تسع سنين او عشر سنين. تسع سنين اتغير من كم سنة? بعد بعد الجواز باربع سنين مسلا? اي. طيب ماشي. كملي السؤال التاني بقى? اه السؤال التاني هل لو انا تعطي جوزي مثلا في في المعيشة وطلحت اشتغال. احنا فلاحين وكده. مم. بقى تحرم? طيب. ومش موافق ان انت تخرج تشتغلي صح? لا هو موافق. طيب. لان انا كان عندي حالة نفسية وكده. فتعبانا وما مقدرش اشتغل شغل البيت وكده. فيعني ايه? فيه شغل انا مقدرش اشتغل مثلا البهاي المحاير دي. صح. مقدرش عمل كده الكلام دي. طيب خلينا جاوبك على السؤال دي يا امو حبيبة. اول حق اول سؤال يا امو حبيبة انت اه واضح دلوقتي ان ان زوج حضرتك بيتعامل معاك بطريقة فيها نوع من انواع ان هو مش عارف يتصرف معاك وهو طبعا لازم نقول ان الدرب ده جريمة وحرام وكبير الدرب بته هذه الطريقة جريمة. فالدرب اللي بيكسر فيه او يجيبك حاجة ويكسرها على فلان او يشقق. ده كله ده جريمة. فلازم نفهم ده. وما فيش اي مبرر شرعي لده. الدرب اللي فيه واحد بيمسك عصير يقف ده يفحط في القدامه. ولا يفضل يلطس له بالاقلام. ده جريمة. طيب. نيجي بقى. هو ليه بيتعامل مع حاجة كده. لان هو ما عندوش حيلة. مش فاهم. مش عارف يعمل ايه. وزي ما انتها كمان انت مش عارفة تعملي ايه. فساعتها بيبقى واجب ان احنا ناخد بعضنا كده. والروح للارشاد الزواجي. فالحل ان حالكم تتفضلوا. كل الاسئلة اللي سألتها لك دي. انا عارف بيكونت سببها ايه. سببها ان ما احنا مش شايفين حل. فلازم حد يتدخل عشان يغير المسألة دي. اما الزوجة هل اذا سعدت زوجها يبقى داوة حلال. ده مش حلاله بس. ده الزوجة اذا سعدت زوجها ده منا. وربنا سبحانه وتعالى يجعلها من اصحاب الفضل. فيعملها الله سبحانه وتعالى بالفضل والاحسان. هي لو عملت كده هتكون من اهل الاحسان. وان شاء الله ربنا يجازيها بالاحسان احسانا ان شاء الله. فاصل. ونرجع نكمل اسئلتكم المباركة. رجعنا لحضراتكم. وكانت حجة فاطمة سابت لنا اسئلة في الفاصل. السؤال بيقول. السؤال اللي قالان ان زوجها كان مريض كورونا. وبعدين ما صامشي. وبعدين طلع فيديا. وبعدين هو دلوقتي. هل عليه ان هو يصوم الايام اللي فاتته. اه. عليه ان هو يصوم الايام اللي فاتته. والفيديا دي ان شاء الله تتحول الى صادقة ان شاء الله. وسألت كمان ان حماها راجل مسنت. ففطروه. فهل ده حرام. لا. ده قد يكون في بعض الاحيين تفطيره. قد يكون في بعض الاحيين واجب لانه ممكن يودي بصحته. معانا الاستاذ عزة من الاهلية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا عزة الجريح من ميت سلسين باهلية. اهلا وسأل. بقى سأل بخصوص مسجد المحطة ميت سلسين عندنا من اكبر مساجد المحافظة في مساجدك تسمع. فكان اثناء البناء كان يصلي في دور المناسبات اللي تحت. اه. جاءت ما تبنى المسجد واتبنى المسجد في الدور العلوي. وفيه من جوة دور العلوي بلا كون. تمام. فالوقت اثناء الصلاة يا شيخ. الامام بيصلي في المسجد اعلى. وفيه ناس بيصلي تحت. بس تحت دول مهير امام. والامام فوقهم في المسلم في الدور العلوي. ما حكم الصلاة في الناس اللي تحت بقى. طيب. احنا نجب نعرف ان هوى المسجد. واسفل المسجد من المسجد. ولذلك ولذلك ولذلك. الناس اللي بتصلي في البدروم. في اه في المسجد الحرام. والناس اللي بيصلوا في الدور التاني والتالت. كذلك هم بيستقبلوا عين القبلة. ليه? لان هم في اسفل المسجد. وجو المسجد. جو. جو. الجو بتاع المسجد كذلك من المسجد. ولذلك صلاتهم صحيح. الناس في في البلاتوف يسألوني. طيب والراجل. والراجل اللي بيصلي مع المسجد. وهو اه. وهو في البيت اللي قدام المسجد. قال ده صلاته تصلح. لو كان. اه هو اه شايف نهايات الصفوف. ده بنفتي بيها بماذا بالسادة الملكية. اذا كان هو شايف نهايات الصفوف. وقادر يتواصل مع المسجد. ما يكفيش بس ان هو يسمع صوت الصوت بس. لان الصوت ده ممكن ينقطع لانقطاع اي شيء لفساد في مكينة في المكبر الصوت. فلذلك هو لازم يكون قادر يشوف نهايات الصفوف عشان يقدر يتابع اه يتابع الامام. ده لو حصل. اه لو هو قادر يتابع الامام. يتابع الامام او ينزل اليه. احنا طبعا في السادة الشفاية بالنص ان هو يكون قادر مفيش بينهم شيء يغلق بحيس ان هو يصل اليه. لكن الصورة دي نص عليها بعض الفقاء بان هي جوز ان هو يصلي الجماعة فيها. وده هو قد مناسب جدا جدا كمان ان احنا نقوله الفاتح دي هتكون مناسبة جدا جدا في فترة للفترة ان احنا ما زلنا بنتعامل مع وباء الكورونا فانا اظن ان ده يحقق آآ آآ مقصد الجماعة ولكن بالشروط اللي انا ذكرتها ان هو يقدر يتابع بنظره يعني يكون على الاقل شايف الصفوف ان لم يكن شايف الامام عشان يقدر يتابعه. معانا الاستاذ صلاح من الشرقية. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي عددك دكتور كل سلام عددك طيب يا فاندم. وعددك طيب وبصحة وبسلام. تعيش يا فاندم. فقريت. فقريت التحيات. اه فاخر صلاح. حاج صلاح انا بس اتمنى على حضرتك ان حضرتك وط التلفزيون وتسمعني من التلفزيون. ماشي ماشي يا فاندم. تعبتك معلش. لا خدام حضرتك يا دكتور. ربنا يخليك ويرفع قدرك يا رب تفاضل. الله يخليك. عندنا فقريت التشاهد ناس بتقول الله مصلي على محمد وناس بتقول الله مصلي على سيدنا محمد. نعم. ايه صح في التشاهد نمرة واحد نمرة اتنين. واحنا بنصلي جماعة ال الامام بيخ بنخلص اراءة التشاهد وفي فاضل مدة طويلة. هل نسكت فيها العقل يزهب في حاجة تانية غير الصلاة ولا ندعي نقول ايه. هقول لحضرتك. اول حاجة تبتسأل. حضرتك طيب يا فاندم. حضرتك طيب والصحة وسلام. اولا الراجح عند الامة ان احنا لدرجة ان بعضهم يعني جعل ان هذا من السنة. زي ما عمل كده زي ما ذهب الى 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 ده اه اه الامام الاغماري. انه هو ان تسييد النبي صلى الله سلم في اه الصلاة ان تسويد النبي صلى الله سلم في الصلاة في الصلاة. وخاصة في التشاهد atheist الاخير ده من السنة. لان حضرت النبي صلى الله سلم قال انا سيد ولا دي آدم ولا فخر حضرة النبي اللي قال كده فيبقى كده يجوز ان احنا نقول اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فده الراجح عند كثير من أهل العلم الأمر الثاني انه هو ده سؤال عن السيادة فإذا الحج صراح كان بيسأل عن عن تسييد تسويد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في التشاهد الأخير فيبقى من السنة ان احنا نسويد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك سأل عن مسألة هل بعد ما نتشاهد لا ده ورد على حضرة النبي أدعية مأثورة من التعوز من فتنة القبر ومن التعوز من مسيخ الدجال فإذا يجوز ان يكون هناك دعاء بعد التشاهد فيجوز ان ندعو بعد التشاهد في هذه المسألة ولكن ما نخرجش بقى الى ان نذكر امور الدنيا بالتفصيل ولكن نذكر بالاجمال اللهم يسع ارزاقنا واكتبنا في الصالحين هكذا من جنس هذه الادعية يا سادة احنا النهاردة اتكلمنا عن مصطلح جديد احنا بنحبه اسمه الاحتياط الرشيد والرشد دايما بيفتح علينا باب صحبة حضرة النبي وبيخلينا في جمال حضرة النبي وفي هدوء حضرة النبي وفي سكون حضرة النبي وكمان في وضوح حضرة النبي وعدم التباس الامور الاحتياط الرشيد بيخلينا الناس متزينين يا رب جعلنا دايما من المتزينين وتعالوا ندعى ربنا بهذا الدعاء المجرب في شرح الصدور وإزالة الكرب والهموم نقول يا صاحب الود القديم والفضل العميم أسألك بما غزيت قلبي به من جميل ألطافك ومحاسن تدبيرك أن تصلح قلبي وترشدني بواسع نورك في دربي فتمحو بحسن هدايتك كربي وتغسل بلطيف عفوك سواد وهمي وذنبي فتجعل قلبي كأسا طاهرا تسكب لي فيه شهد الوصال ولذيذ قربي يا رب اجعلنا على الدوام من أهل هذا الدعاء ومن أهل الكرم ودايما نقول لحضرة النبي وحق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي اجعلنا دايما في صحبة حضرة النبي واجعلنا نزوق شهد حلاوة سيرته واجعلنا على الدوام يا رب مع حضرة النبي واجعلنا في قلبه حتى إذا أتى ليتشفع تشفع لنا وأخذ بأيدينا لندخل صحبة معه الجنة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين حسنًا تشفع